طيب ما شاء الله دي انا حلوة جدا جدا جدا. طيب واضح يا حمل الناس اللي قلوه صح جدا اللي شاكين في علاقة سلسية او ان شركهم بيخونهم اه انت تسرعت يا حمل المنضوع مش كده. ولو كان حصل بالفعل فهي ما هيش علاقة بالمفهوم اللي اعتبرها هفوة غلطة يعني انت اللي في القلب تعملين قصدي ممكن تكون غلطة حصلت لكن ما هيش علاقة يعني علاقة لا هي ما وصلتش للمرحلة دي ممكن تكون هفوة لاني شايفة شايفة الطاقة كويسة جدا الطاقة اسرة سعيدة اه الناس اللي لسه ما ارتبطوش دي الطاقة ما بينهم انهم عايزين يبنوا عيلة جديدة. الشريك الشريك شايفك ازاي بتطلق احكام قاعد بتطلق احكام يعني بالراحة عليه شوية يا حمل لانه واضح ان انت تسرعت فعلا اتمنى يكون كده انت شايفه ازاي انت شايفه حبيب رجوع شخص يعني بتحبه شخص عزيز عليك جدا شخص قريب لقلبك. اه الطاقة حلوة اللي بيحصل دلوقتي فرص جديدة هنبتدي فرص جديدة لعل اكون سبب انه السوق التفاهم او الفهم الغلط اللي حصل عندك وده نبتدي نصلحه دي فرص جديدة دلوقتي هنبتدي ندي فرص ان شاء الله لبعد وهتستغلوها كويس وبصوا خبر حلو ازاي بتسمعوا خبر حلو وفيه شمس بتطلع نجاح العلاقة بازن الله نجحة وفيها سعادة وفيها امان وحاجة بسم الله ما شاء الله كويسا جدا. فحنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكك يا يا حمل انها هفوة يعني عاديها عاديها مش مش مقصود بيها خيانة ومش مقصود بيها انويبر عمك خالص لأ الشريك ام لأ الشريك بيحبك ما في المينة ما في المينة طيب تعالوا نشوف فانشوفين المجموعة التانية وولاء كيز حبيبتي اختار لنا بقى بالنونة النهاردة للقراءة الخاصة المجمع بص يا مينة ممكن تكون علاقة قديمة بس هاي مشاعر جديدة بتحسوها البعض ممكن تكون قديمة احتمالي مرسي يا صحر قوي قوي اسلاميلي يا روحي بإذن الله بإذن الله بإذن الله حبيبتي كل الخير ان شاء الله ليكم سنجل سارة لو انتي سنجل انا شايفة فيه علاقة جديدة للحمل الاشهر ده فيه شخص هيظهر ان شاء الله او يعني في الفترة اللي جاية دي بشكرك جدا يا واقل شكرا شكرا يا سامي يا رباني خليك يروع ايه الكلام الحلو ده اسلاميلي طيب نشوفها المجموعة التانية بسم الله الرحمن الرحيم كي عندك حيرة جمدة يحمر يرى من حاكتين في حاكتين محيارينه مش حاجة واحدة حاكتين جميل جد طيب النجم هي طاقة ايجابية كويسة عندك طاقة ايجابية معقولة جدا مش بطلة خالص فيها يسا عندك حيرة شوي يعني انت محتار مش عارف تقفين يعني مش عارف تعمل ايه في نفسك الحيرة دي تعبتك تعبتك يعني تعبتك جسمانيا حتى انهاكتك يعني ليه كده لا عندك حيرة جندة جدا وممكن يكون حاجة تانية انه انت عمال تبذل مجهود حاجة ومركز فيها جامد جدا 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 بديها كل طاقتك انما فيش مرضود يعني مش بتلاقي المرضود زي ما انت متخيل او زي ما انت عايز مش عارفة الموضوع دا عمليا يعني في حياتك العملية ولا في حياتك الاسرية ولا في حياتك العطفية الحياتة دي لكن هي عاملالك انهيار جامد في الحياة الشهر دا هي عاملك انهيار برج انهيار البرج دا انهيار لاسلوب او انهيار لمعتقد لاحساس معين انت عايش بيه بقى لك فترة حينهار هيبتدي ينهار يا اما هو ينهاري واحده يا اما انت اللي هتهده بيدك يعني زي ما تقوله انا حسيت انت بتقول ايه محدش مقدر لانا بعمله ومحدش يعني حتى بيقولي كلمة شكرا طب انا مش هعمل حاجة خالص وهتبطل تدي وهتبطل تضحي وتبطل تعمل حاجات كتير من الحاجات دي اهو دا تاور انهيار لشهر اهو زعلان اهو زعلان متدايق مستني حد يراضيك ونغمس في ذاتك اه يمكن لما الناس يبتدوا يعني يحاولوا ان هما يراضوك او يخففوا عنك اه انا شايفة ان دي تفريغ شحنة بقى انا مش عارفة دي خناقة بقى حتى اني بقى فيها حالة غضب ومشاكل كده وزعيق وحاجات اه زي ما تقولوا انا انا شايف ان دي حالة تفريغ ان انت بتفرق الطاقة اللي جواك او الكلام اللي انت كنت استحمله فترة طويلة هتبطلعوا في الوقت دا وعشان ترتاح هتبطل تمسك قيادة بقى هتمسك قيادة الامور ودي افتكر انت هتمسك قيادة حياتك بقى انت اللي هتمشي حياتك بقى انا يعني هيبقى فيه تغيير لا فيه واضح ان هيصل تغيير عندك في الحياة في نمط حياتك جدا انت اللي هتاخد الكنترول وشايفه قدامي حيرة من امر ما بس افتكر الحيرة هي تخص الحالة المادية انت عايز تعتمد على نفسك ماديا لو الناس لو الناس اللي انت متضايق منهم او اللي حصلت المشاكل منهم دول الناس دي انت مرتبط بيهم ماديا او حياتكم المادية منطبطة ببعض هتبتدي تبقى عايز تعتمد على نفسك مادان علشان تبقى فيغين عنهم كمانا فيه هنا قدامي كمان دي انا بقول ايه دي نفسك اجازة دي اجازة انت هتطلع اجازة ان شاء الله مش مش شرط ان احنا نسايف ريال من نوح المكان يعني زي ما انا عملت مسلا انا قدتلي نفسي يوم الجمعة ده خلاص اجازة انا عايزة بقى لا فيه شغل ولا فيه كلام ولا تليفونات قفلت كل حاجة اجازة راحة ترتاح كافئ نفسك بحاجة اخرج مع صحابك او خرج مع صحابك ا رح اشتل حاجة كافئ نفسك دي عملية احتفال وعملية اجازة الناس اللي على وش خطوبة او في مرحول التعارف دلوقتي شكل فيه خطوبة الكاتر ده كمان معناها خطوبة بعدها فيه مغامرة بقى هفيه احساس بالمغامرة ليه ده الاثنين بقى للمرتبطين او لغير المرتبطين افتكر الاجازة اللي انت هتعملها دي هتهديك يا حمل انت محتاج الموضوع ده انت ساموك حمل لانك انت حمول بتبدل تستحمل وتستحمل تستحمل لحد ما بتجيب اخرك اهو بتهدي بقى الدنيا تروح هادد المعبض خالص بس ده من كتر ما انت متشبع بالدسابوينت من كتر الزعل يعني خلاص بقى لو ملاقيتش تقدير او من ناحية التانية زي ما قلت لكم الاجازة دي هترفع من روحك المعنوية جدا كارت بقى دي الشمس تطلع تبتدي بقى روح المعنوية كعلى كده وعايز تعمل حاجات وتتحرك وتسافر وتغامر وحتستعيد التوازن بتاعك ان شاء الله ونفس القراءة هتنطبق على الناس اللي هيصن عندهم خطوبة هيوحسين ان هم في حالة مغامرة وفي حالة سعادة والدنيا نستيعيهم ان شاء الله ربنا تعملوك على الف خير هنرخص قراءة المجموعة التانية بسرعة الحمل فيه عنده حيرة جديدة جدا جدا وحاسس ان هو مال مدي مجهود جامد جدا في حاجة مفيش منها رجع مفيش منها تقدير فتعد جدا الموضوع اثر عليه حتى جسمانين محتاج راحة وكيز ارتاحه يحمل شوية حوله تنام شوية هيقرر انهيار تقريبا حسن انهيار ده انت اللي بتهده بايدك يحمل هتهد حاجة كانت قايمة لفترة طويلة جدا معاملتك مع الناس او اسطوبك معهم ويعني نمط حياتك هتبتدي هتهده وتبني مكان وحالة تانية خالص زعلان ونغمز في ذاتك افتكر هتبتدي الناس يقربوا منك ويحاولوا يعني صلحوك او يفهموا مالك انت هيبقى ردك عنيف جدا وحيبقى فيه خناقات ومشاكل كتير قوي قوي بس هتطلع لجواك هتبتدي تمسك انت قيادة العربة هتحتار شوية بين اختيارين شبه بعض شوية بس الموضوع ده يخص الحالة المادية عندك عشان انت هتبقى عايز تاخد خطوات نحو انت تعتمد عن نفسك مادية اه في خطوبة شايفها للناس اللي في مرحلة التعرف دلوقتي بازم اللي ربنات الملكه على خير بعدها في مرحلة اه يعني تفائل ومغامرة احساس حلو جدا بالنسبة للناس اللي مش مقبلين عن الموضوع ده انت هتاخد اجازة وانت تستحقها خد اجازة شوية بريك ان شاء الله يوم واحد افصل فيه عن الشغل وافصل فيه عن الناس وحتى عن الصحاب اللي بتحب بس اللي بيحب بيقضي وقته مع الصحابه والموضوع ده بيريحه نفسين بيز قديمه مع صحابك الصحابه اللي بجاه تجاه